كيفكم يا صبايا؟ قبل ما أبلج فيديو اليوم حابة أجاوب على سؤال حسنت كتير يتكرر بفيديو الألوان بتتناسب مع اللون البيج وفيديو الألوان اللي بتتناسب مع اللون الرمادي كان السؤال أو التعليق تقريباً رمو نفسه إنه كل الألوان عم تتماشى مع اللون البيج أو الرمادي خلا شوف لما حدي يعني إلي هيك هذا معناته واحد بين اثنين يالما مش شايفين فيديوهات اللي قبل اللي شرحت فيها كتير عن موضوع الألوان وتحديداً الألوان المحايدة اللي نوضمنها اللون البيج واللون الرمادي اللي فعلياً بتتناسب مع جميع الألوان على دائرة الألوان أو إنه مش راهمين دائرة الألوان ولا حارفين حتى كيف إنهم يستخدموها أو يستغلوها بتلسيق الألوان مع بعض تحديداً في ملابسهم صباياً إحنا لما نحكي دائرة الألوان هذا معناته عندك عدد هائل من الألوان بيبلش من عشرة مليون إلى مالة نهاية وطبعاً هذا علم بتقدري ترجع له وتقدري تبحث فيه وتشوفي إنه العلمة لحد هلأ مش قادرين يحددوا عدد معين للألوان بالكون فلما أحكي لك إنه هاي أكتر ألوان تتناسب مع لون معين بهاي الحالة أنا بكون كتير مفتصرة عليكي وبكون كتير محددة بالألوان اللي أعطتك إياها لأنه علم الألوان يا صبايا هذا بحر هذا مش عدم سهل تخيني أنت كل لون عندك في منه درجات وكل درجة من هذا اللون بطلع منه درجات وهكذا فكل صبية أو ست بليز ارجع للفيديوهات اللي قبل شو فيها تفهمي أكثر الموضوع راح أعطيكي أكم من قاعدة أو خلنا نحكي أكم من قطوة هدول بكفي إنك تعرفيهم حالية أو مبدئيا عند دائرة الألوان وكيف تقدر يتنسق الألوان مع بعض دارة الألوان بشكل عام يا صبايا هي أمضل طريقة إنك تستغليها وتستخدميها عشان تعرفي شو الألوان اللي بتتناسب مع بعض واللي يمكن ما بتعرفوه مثل ما حكي سلكم من أبد إنه فيه بحياة لابتكون كلياته أكثر من عشرة مليون لون ممكن يوصل إلى ما لا نهاية ولكن بكل بساطة دائرة الألوان تكون من ثلاثة ألوان رئيسية عندك اللون الأحمر اللون الأزرق واللون الأصبر هدول الألوان الرئيسية إذا دمجناهم مع بعض راح يعطينا ألوان ثانوية اللي هند أحمر مع الأصفر راح يعطينا أورنج الأزرق مع الأصفر راح يعطينا أخضر والأحمر مع الأزرق راح يعطينا البنفس الشيء وفي عندك أخر شيء ألوان بنسميها كروماتيك اللي هي الأبيض والأسود والرمادي هاي الألوان ما بتظهر على دائرة الألوان لازم تعرفي كمان إنه دائرة الألوان بتنقسم لنوعين من الألوان الألوان الدافية اللي هي مثل الأحمر والأصفر والأورنج وفي عندك الألوان البردة اللي هي مثل الأزرق والبنفس الشيء والأخضر وهم شيء لازم تعرفي عن هاي الألوان إنه الألوان الدافية بتلبسيها إذا بتكتبيني أنحف يعني إذا بديك تخفي مناطق من جسمك أوكي والألوان البردة بتلبسيها إذا بتكتب ريزي مناطق من جسمك أو إذا بتكتبيني السمن حلاء إذا كان فيه لون أنت بتحبيه ولكن هذا اللون للأسف ما بنبقلك وعندك حل بسيط جدا هون إنك تلبسي بالجزء العلوي من جسمك إن كان ذكيط إن كان بلوزي إن كان طوب أي لون بناسب بشرتك والجزء البطم أو الجزء السفلي من جسمك تلبسي فيه أي قطعة منابس في هاللون اللي بتحبيك كان إذا حبيتي إنك تلبسي الألوان الدافي والباردة مع بعض حاولي إنه واحد من هدول الألوان مثلاً لون دافي يكون طاغي عن لبسي واللون البارد يكون مكمل وبقطعة مش كتير بارزي بلبستي مثلاً ألبسي فستان كامل لون أحمر وحزام أو بلت يكون لونه كحي والعكس صحيح طبعاً إلى الألوان المحيطة يا صبايا منتل ما كتير بكررها بالفيديوهاتي هي ألوان بتتفق مع باقي الألوان الثانية جميعاً على دائرة الألوان لما فيها مع بعض وهاي الألوان بتلبسيها إذا لديك أقوال كتير أنيقة ولكن ما تحط فيها هداك الجفت وبتدري كمان تعتمد أي لون محايد كخلفية أو باك جراون لأي لون تاني بارز أو صارف أوكي؟ بتدري كمان باستخدام دائرة الألوان إنك تعتمد أسلوب المونو كروماتي هي إنك تلبسي درجات اللون الواحد يعني مثلاً قررتي تلبسي لون الأحمر البسي أكتر من درجة اللون الأحمر بالنبس نفسها بهاي النقطة تحديداً لما تقرر إنك تلبسي مونو كروماتيك أو تلبسي أكتر من درجة للون الواحد هون حاولي نوعي بنوع الأماش يعني البلوزة تكون منصوف التنورة تكون حريض وهكذا أوكي؟ لأنه تغيير نوع الأماش بيرفع من قيمة إطلاتك يعني نخلي إطلاتك تبين غالية أما بالنسبة للألوان الفاتحة والغامقة يا صبايا على دائرة الألوان حاولي إنك تلبسي الألوان الغامقة بالأماكن اللي بدك تخفيها أو الأماكن بجسمك اللي بدك تنحقها الألوان الفاتحة البسيها بالأماكن اللي بدك تبريسيها تذري كمان تستفيدي من دائرة الألوان إنك تنسقي الألوان المتقابلة فيها وغالباً هون الألوان المتقابلة واحد منهم بيكون لون دافي واللون الثاني بيكون بارد هاي مشكلتها إنه ألوان بتكون قوية يعني إنتي عم تلبسي لون أحمر غامق مع أخضر غامق وهذا الشي مش كتير موري خلال عد بهاي الحالة حاولي واحد من اللونين تكون درجته فاتحة واللون الثاني تكون درجته غامقة على أساس إنك تعملي توازن أو بلانس بالأوتفت اللي إنتي لابسيتها وركزي على الألوان اللي بتتناسب مع لون بشرتك نصيحة كمان بتقدر تتنسقي الألوان اللي بتكون متجاورة على دائرة الألوان بهاي الحالة حاولي إنه هون درجات الألوان تكون مطفية أو اللي مسموها مات كالرز اوكي؟ ابعدي عن الألوان المشهرة تقدري كمان تستغلي دائرة الألوان وتعتمدي أو تنسقي الألوان اللي بتلتقي مع بعض على الشكل مثلث أو المربع أو المستطيل فيها مع إنك تخذي بعين الاعتبار درجات هاي الألوان وتركزي كتير منيح على الألوان اللي بتناسبك واللي بتلبقك كمان في مجموعات ألوان موسمية حسب نور بشرتك وألوان الفصل اللي بلبقك يعني هالفصلك هو الشتاء ولون الأزرق بالبقك أو فصلك هو الخريف ولون الأحمر بالبقك أو فصلك هو الربيع ولون الأصفر بالبقك أو فصلك هو الصيف واللون الأخضر بالبعلك ارجع لفيديوهات سابقة شوفي شو نوع بشرتك وشو فصلك وشو أكتر ألوان بتناسب بشرتك وآخر شي لازم تعرفوا يا صبايا إنو الألوان الغامة غالبا هي تعتبر ألوان جدية ألوان تلبس في المناسبات الفورمال أو الرسمية والألوان الفاتحة خليها لمناسبات أو للإطلالات خلنا نحكي الكاج والسبور اللي فيها حركة اللي ما فيها هداكن كم من الفورمالي هذا كان فيديو اليوم يا صبايا خواعد أو فتوات أو خلنا نحكي معلومات ممكن إنكم تاخدوها بعين الاعتبار في استغلال دائرة الألوان بتنسيق ملابسكم بتمنى لكم إطلالات موفقة بشوفكم